على الرغم من النمو المتواضع الذي حققه قطاع الاتصالات خلال الربع الاول من العام الجاري الا ان الاهتمام بالقطاع يأتي في اطار رؤية ابو ضبي 2021 عبر تنوية السياسات الاقتصادية فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه قطاع الاتصالات في دعم احد القطاعات الرئيسة الداعمة للنمو الاقتصادي في الدولة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الاول من العام الجاري حقق قطاع الاتصالات نموا متواضعا حيث بلغت ارباح شركتي اتصالات ودو مليارين ومئة مليون درهم مقابل مليار وتسعمائة مليون درهم في العام 2010 وتراجعت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات من 5.3% خلال العام 2010 الى 4.9% خلال العام 2011 فيما تراجع حجم التدفقات الاستثمارية خلال العام الماضي الى 5.900.000.000 درهم مقابل 7.800.000.000 درهم في العام 2010 حجم الارادات السنوية للقطاع بلغت العام الماضي 26 مليار درهم استحوذت ارادات الهاتف المتحرك على النصيب الاكبر بنحو 19.900.000.000 درهم تلتها ارادات الانترنت باكثر من 3.300.000.000 درهم فيما سجلت ارادات الهاتف الثابت نحو مليارين وثمانمائة مليون درهم اما عدد مشتركي القطاع في خدمات الهاتف المتحرك والثابت والانترنت خلال العام 2011 فقد تجاوز 14.800.000 مشترك تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات احدى اولويات الدولة هذه الاولوية وضعت الامارات العام الماضي في مقدمة الدول العربية وكذلك في المركز الرابع والعشرين عالميا من حيث الجاهزية الشبكية واحتلت المركز الثاني والثلاثين عالميا في مؤشر تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفقا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وفيما يتعلق بعدد العاملين في القطاع فقد وصل العام الماضي الى 10.798 موظفا بنسبة توطين بلغت 36% مقارنة بـ 11.528 موظفا في العام 2010 بنسبة توطين بلغت 33% في الخلاصة يبقى قطاع الاتصالات في الامارات قويا لما تمتلكه الدولة من بنى تحتية متطورة وعالمية في هذا المجال ما يجعلها منافسا قويا على المستوى الدولي إبراهيم الأمير الرؤية الاقتصادية دبي